اعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية عن ارتفاع الاصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد حيث سجلت 230 حالة وفاة بينما بلغت حصيلة الاصابات بالفيروس اكثر من 16 الف اصابة ووفقا لمعطيات الوزارة فقد وصفت حالة ما يزيد عن 6000 شخص بالطفيفة كما سجلت 66 اصابة متوسطة واكثر من 100 اصابة بالخطيرة بينما وصفت حالة 82 شخصا بالخطيرة جدا وموصلون بجهاز التنفس الاصطناعي وتأتي هذه المعطيات مع قرار الحكومة بعودة طلاب الصفوف الاولى والثالثة بالمرحلة الابتدائية وطلاب صفوف الحادي والثواني عشر بالثانويات الى المدارس وذلك رغم معرضة عدد كبير من البلدات العربية واليهودية لهذا القرار وقرروا عدم اعادة الطلاب الى المدارس ومن المتوقع ان تسانف الحكومة جلستها لبحث اقرار المزيد من التسهيلات على الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة الفيروس